كنت خرج أول يوم العيد مع سليم حبيبي سليم اللي مرتبط بيه عن طريق صحبتي وكنت فرحانة قوي وأنا معاه لكن اللي ما كنتش هتخيله إنه لقي بابا قدامي وعلى الطرابيزة اللي جنبي ولقيته قرب مني وقال لي مين الودة يا سوح أنت أي بدل ما خلي يومك مش معدي اللي لدي كنت مرعوبة ومش عارفة أنت بس اللي حصل من سليم وقتها خلاني أعيد التفكير في كل حاجة في حياتي أنا سوح عندي دلوقتي 25 سنة عايش مع بابا بعد مماما توفت وبقى هو ولي الأب والأم أنا جاي النهار دي أحكي لكم عن أكبر غلط بيعه في البنات الصغيرة وممكن بسبب الغلط ده يخسروا نفسه لما كان عندي 15 سنة كان بابا كل يوم بيوديني المدرسة بنفسه وما كانش بيسيبني روح في أي حتى لوحده وفي يوم كنت في الدرس ولقيت رحمة صاحبتي قالتلي إيه بقى يا ست سوها مش نوية تحكيلي بقى عن اللي بتحبيه قلت لها حب حب إيه بس أنا مركزة في دراستي وبعدين سيبك من الكلام ده وخلينا في اللي احنا فيه لقيتها قالتلي لا انت شكلك مش طبيعية زي كل البنات يا إما بقى وحشة وما فيش حد بيعبرك أنا مرتبطة من ساعة ما كنت في عدادي وقديني دلوقتي هو لسه معاه انت لازم بقى تشوفي فين العيب اللي فيكي ده انت اللي في سنك بيرتبط وبيتخطب كمان اتخضيت على نفسي بسبب كلام رحمة صاحبتي ولما روحت ابتدت أفكر في الكلام اللي قالته وقلت النفسي فعلا هي عندها حق كل اللي معايا في المدرسة يا مرتبطين يا أم مخطوبين أكيد العيف فيه يا أنا ما كانش عندي حد أتكلم معاه خالص في أموري الشخصية دي وعشان كده فضلت إن أكون سكتة وفي اليوم دلقيت بابا بيندهي وقال لي إيه يا حبيبتي عملا دهلك من بدري تعالي يلا عشان نتعشى خرجت البابا ولقيته محضر العشاء ورغم الإرهاق اللي كان واضح عليه بسبب شغله بس لقيته تحكلي وقال لي وليلي بقى يا ست البنات عم لاقف دروسيك قلت له أنا كويسة الحبد لله يا بابا ما تخافش زي ما رفعت راسك السنين اللي فاتت هرفع راسك في السنوية العامة وهدخل كلية الهندسة لقيته دحك على حماسي وطبطب علي وقال لي بمنتعة الحنية يا رب يا سوها يا رب يا رب أشوفك أحسن وأحدى في الدنيا يا بنتي وتوصلي الكل اللي بتحلمي بي يلا بقى تعشي عشان تدخلت نعمي كنت طول الوقت كلام رحمة في ودني زي السحر عم لا فكر فيه ولما مسكت تليفوني ودخلت على الاستوريهات الاصحابي حطينها لقيتها كلها استوريس حب وكلام حلو وبصت للنفسي في المراية وقلت أنا ليه مززي البنات دي ليه مرتبطش وأتكلم في التليفون وتاني يوم لما روحت المدرسة لقيت رحمة وإحنا في البريك بتتكلم في التليفون مع اللي هي مرتبطة بي وعملت رغ كتير قوي ومنزهق قلت لها إيه بقى أنت هتفضلي تتكلم كتير كده في التليفون ما تعودي معايا شوية قالتلي فيه إيه بس استني طيب هقفل مع هاني وهفضلك ولما قفلت رحمة قالتلي خير بقى فيه إيه قلتلها أنا فكرتك مسألة أن الحد دلوقتي لسه مرتبطة مرتبطش فعلا أنت عندك حق بس أنا عمر ما فيه حد قالي أنه عايز يرتبط بي هو أنا وحشة يا رحمة قالتلي لا مش وحشة أنت بس مش بديه لحد فرصة أنه يقرب منك قلتلها يعني أعمل إيه قالتلي سيب الموضوع ده علي ورحمة كانت أقرب صاحبة ليا وكنت دايما أقول لها كل اللي بيحصل لي والتاني يوم من كلامي معاها لقيتها قالتلي في التليفون اسمعي بقى هاني اللي أنا بكلمه عنده واحد صاحبه اسمه سليم وهو أكلمه عليكي وشاف صوري أنا وانتي وبصراحة بقى أعجب بيكي قوي هو عاوز يشوفك خفت قوي وقلتلها لأ طبعا يشوفني إزاي ويمت ده بابا بيوديني المدرسة كل يوم ومش بيسيبني غير بس ساعة الدروس قالتلي ما تبقاش عبيطة كده إحنا هنقابلهم بدل من نروح الدرس وهنروح نقاط في أي كافيه ونتعرف على بعض وكمان ياخد رقمك وتغدي رقمه هاي هاي رأيك قلتلها طيب ماشي بس هو هتسيبيني يا رحمة انت صاحبتي وأقرب حد لي قالتلي طبعا مستحلة سيبك انت بس بطلت بقى عبيطة ولخمة كده وفك شوية انت من صغيرة شوفي الدنيا وعيش حياتك وسمعت كلام رحمة وفضلت أحلم وأقول ياه يا لو فضلت مرتبطة بالإسم مسليم ده وكمان ممكن أتجوزه لما أجبر وأتخرج من الجامعة وتبقى قصة حب يتكلم عنها الناس كلها وقلتني يوم كنت باجاز عشان أروح الدرس ولقيت بابا قال لي اي يا حبيبة بابا هتروح الدرس دلوقتي قلت له ايوة يا بابا مش عايز حاجة مني قال لي لا يا حبيبتي خلي بالك على نفسك ولو اي حد دايق أو حصلك اي حاجة اتصل بيا على طول هتلاقيني قدامك في سانية كنت حاسة بالزنب لأني مش رايحة الدرس ولا حاجة ونزلت وروحت قبلت رحمة ولقيتها قاعدة هي وهاني وسليم ولقيت هاني عرفنا على بعض وقالي ازايك يا سوها عاملة ايه اعرفك على سليم صحبي هو في تانية جامعة قلت له اهلا بيك اتشرفت بمعرفتك ولقيت سليم بيبصلي وكان معجب بيه قوي والوقت اخدني انا وهو وفضلنا نتكلم مع بعض وفجأة لقيت الوقت اتأخر وقلت له يا خبرة بيت انا اتأخرت قوي ازاي الوقت عد بسرعة كده لقيت سليم قال لي هو دايما الوقت الحلو بيعد بسرعة هتي بقى رقمك عشان اكلمك واتطمن عليك ودته رقمي وروحت بسرعة ولقيت بابا بيستنيني في البيت ولقيته بيقول لي يا ايه حبابتي ليه التأخير ده كله حاجة حصلت ولا ايه قلت له لا ابدا يا بابا بس المسطر بس شرح لنا حاجات زيادة في المنهج معلش يا بابا ان اتأخرت عليك لقيته قال لي تومي قفلة تليفونك يا سه واتخوفيني عليك يا بنتي على عموم ولا ايهبك انا بسق فيك وعارف ان مخالب بنت جدع وميت راجل ومستحيل تخيب ظني كنت باسمع كلام وانا متضايقة من نفسي وضميري بيقنبني ولما دخلت الاودة قفلت على نفسي وفضلت اتكلم مع سليم ولقيته قال لي بصراحة بقى يا سه انت جميلة قوي وانا بحبك وعايز اكمل حياتي معاك قلت له بجد ازاي بتحبني وانت يدوب تعرفني من كم ساعة بس قال لي انت مش بتقومني بالحب من اول نظرة ولا ايه ولا انت بقى مش حباني ومش عايزاني قلت له لأ انا كمان معجبة بيك وحبيتك ما عرفش لي قلت له كده وقتها بس كنت حاسة اني زي اي بنت وعايز احسني مرغوبة واني بحب واتحب زي كل اللي في سني وفضلت انا وسليم نتكلم مع بعض كل يوم وانا رايحة درس وانا راجع كمان من الدرس وكنت بقى قابله معزع من الاوقات انا ورحمة وكنت ساعات كتير قوي مش بروح الدروس لا حد ما جي علي يوم ولقيت بابا مستنيني كالعادة بس كان شكله متعصب ومتدايق ولقيته بيقول لي انت كنت فين يا سه قلت له انا كنت في الدرس يا بابا هو في حاجة ولا ايه قال لي الاول مرة تكذبي علي ياسوح المستر كلمني وقال لي انك بقى لك يومين مش بتحضري كنت جي فين ياسوح وليه بتكذبي علي قلت له حقك علي يا بابا مش هتتكرر تاني انا كنت مع رحمة وكنت انا وهي ابنة ماشى انا عارفة اني غلطانة ومش هتتكرر تاني يصدقني لقيته قرب مني وقال لي صاحبتك دي مش بتحبك ياسوح وفتكري كلامي ده كويس عارفة لي يا بنتي لان الصاحب ساحب يعني لو صاحبتك دي كويسة كتت اسحبك للخير وهتخليك مهتمية بدراستك مش تاخدك وتروح وتتمشوه لو سمحت ياسوح اقطاع علاقتك برحمة دي نهائي وما تكلمهاش تاني قلت له حاضر يا بابا بس من جواي انا مش هسمع الكلام مش عارفة ازاي كنت مقيمة كده وعدت الايام مفيد للحال كما هو عليه وجي العيد ويوم الوقفة اتفقت انا واسليم ان احنا هنخرج سوا وقلت لبابا معلش يا بابا انا عايز اخرج اول يوم العيد مع اصحابي ممكن تسيبني اخرج رد وقال لي صحابك مين يا سوه وقلت له لأ دون صحاب بنات ما تقلقش ومش هيبقى معانا رحمة ولقيت وافق واداني كمان العيدية وقال لي كل سنة وانت طيبة يا احلى عروسة في الدنيا وسبني وما تكلمش معايا وتاني يوم اللي هو اول يوم العيد خرقت مع سليم وكانت كل الشوارع مليانة بشباب وبنات في سننا واصغر مننا كمان وكت فرحانة قوي وانا معاه ودخلنا كافيسة وطلبت عصير لكن لما كنتش اتخيله انه لاقي بابا قدامي وعلى الترابيز اللي جنبي ولقيته قرب مني وقال لي مين الودة يا سوه انتعي بدل ما خلي يومك مش معدل للهدي كنت مرعوبة ومش عارفة انت بس اللي حصل من سليم وقتها خلاني عيد التفكير في كل حاجة في حياتي لقيت سليم جاري جاري زي العيال وسبني اواجه مصيري مع بابا الوحدي ولقيت بابا بمنتهى الهدوء اخدني من ايدي وحسب على العصير اللي كنا طلبينه وركبني عربيته كنت بترعش من الخضة ولقيته بيقول لي ما تخفيش انا مش هعملك حاجة اسمه ايه الولد ده قلت له اسمه سليم يا بابا وابتدت احكي كل اللي حصل بيني وبينه وازاي تعرفت عليه وكان بابا بيسمع باهتمام كبير اوي ولقيته قال لي وليه ما جتيش قلتلي اللي بيحصل معاك لسكت وخبيتي قلت له تكسفت وخفت منك يا بابا قال لي غلطانة انا في حياتك عشان احبيك وحافظ عليك ايه لحد ما اصلك لبر الامان مش عشان اخوفك او اضربك انت بقيت ماشاء الله عروسة زي الامر وطبيعي احصل لك كل ده وانا دوري نوجهك للصحة اقولك على حاجة اتصلي بسليم وولي له ان عايزة قابله وان موافق ان يبقى في ارتباط رسمي بينكم ما كنتش مستوعبة كلام بابا بس نفست كل اللي قاله وكلمت سليم وقلت له ان بابا عايز يتكلم معاه ولقيت وقال لي وانا فتحة لسبيكر انت مجنونة ولا ايه انا اتجوزك انت انا حت تعايل باخد المصروف من اهلي هروح اقولهم اعايز اتجوز واحدة ماشي معها انا لسه وراي سنين جامعة وسنة جيش ده غير ان لسه ورايه يجي ثلاث سنين كمان على بل مشتغل واكون فيهم نفسي بقولك ايه انا مش عايز اعرفك تاني ورقمي مسحي من عندك انت فهمة ولا لا قلت له طيب وبابا ده لو انت ما جدت يتقابله هيبهدلني يا سليم لقيت وقال لي ما يبهدلك ولا تغولي في دهية انا مالي هو انت من بقيت عيلتي يلا سلام لقيت بابا كان بيضحك علي ولقيته بيقول لي ايه رأيك بقى في الدرس اللي اخدتي ده تفتكر ان داي نفعك تفتكر ان ده بيحبك يا سوعة اسمع يا بنتي انت لسه صغيرة وده رد فعل طبيعي من عيل صغير مستهدر اوعي تسلي بقلبك والضياء طقتك في الارض عشان تجاري فشلة ركزي في دراستك ومستقبلك ووالله يا بنتي ساعاتها هتلاقي الراجل اللي يقدرك ويسونك ولقيت بابا اخدني ووداني ملاهي وحسسني اني لسه فعلا صغيرة قد ايه بابا ده انسان عظيم عارف يحتويني ويملى قلبي وعيني ومن بعد الموقف ده ركزت في دراستي وانجحت في السنوية العامة ودخلت كلية الهندسة وعدت الايام واتجوزت زميلي في الشغل وكل ما في تكر الموقف اللي حصل يأضحك على نفسي وعلى تفكير ساعتها واندم اني كنت بسمع كلام واحدة فاكرها صاحبتي وبتحبني وهي كل غرضها انها تخليني زيها يا ريتنا اعلم ولادنا انهم يعيش طفولتهم بلاش تخلوا ولادكم يدخلوا في تجاربهم بصغيرين عليها ومش حملها ويا ريت صاحب ولادكم واتبعوهم واتحسسوهم بالامان عشان ما يدوهروش على الامان برها